نادي الزمالك مع فريرا حقق الدوري والكاس كان بالنسبة له شيء استثنائي محققش أفريقيا وجمهور الزمالك بياراه عظيم وفقاً لطموحاته كل حد بتصنفه وفقاً للإطار بتاعه يا كابتن مجدي حضرتك اديت مقدمات ملهاش أي علاقة بالواقع فبالتالي بنيت نتائج مغلوطة وده اللي احنا بننبه الناس لي مش مشكلة حضرتك تقول رأيك بس كمان حضرتك بتقول مغلطات لما كمان قلت إنه هو قابل الرجاء أنا معرفش مين رجاء ومعرفش مين بكماني اللي حضرتك طول الفقرة كنت بتتكلم عنه حتى اسم المدير الفني حضرتك مش مهتم تنطقه بشكل صح لا مسيماني ما قابلش الرجاء كان قابل الوداد عشر مباريات ما فاس مرة زي ما انت قلت فاس في تلت مباريات وخسر في اربعة وتعادل في الباقي بس فيه حاجة مهمة انت بتاخد الظرف الأخير اللي هو لاعب في الوداد في دور المجموعات وتفوق عليه في مباراة في لوكاس موريبي واتعادل في مركب محمد الخامس فبالتالي ده الإطار اللي أنا شوف مسيماني فيه الراجل اللي جاه لاعب الوداد عشر مرات فعرفه كويس قوي ولاعب الأهلي في نفس البطولة مرتين فعرفه كويس قوي هو اختيار نوعي تحية إدارة النادي الأهلي عليه وان شاء الله يكمل بالنجاح ولكن المعطيات اللي اتخذت هي أفضل اختيار يا أساني لا اختيار جريء كمان يا فارس لكن الكابتن مجدعب غني بالإضافة إنه بيجهل فكرة المعلومة وكمان فكرة إنه انت بيبان هل وديه وجهة نظره في كل القضايا وفي كل اختيارات بعض الأندية الأخرى اللي صدفت تعاقد مع نفس التوقيت ولا كمان الفكرة إنه انت بتحكم على فكرة هل جنوب أفراقيا هي متقدمة عن مصر ولا قبل مصر يا كابتن مجدي لو فيه مشكلة من تواجد قاعد ومجلس در اتحاد كرس القدم وقت ما جنوب أفراقيا قطاحت بمصر وللأسف يعني والبطولة كانت منظمة على أرض مصر دي نقطة تبعادها تماما عن فكرة اختيار المدير الفني وارد جدا يكون ده مدايق حضرتك أنت ما كملتش في الاتحاد بسبب مباراة لجنوب أفراقيا على الأراضي المصرية كلنا طبعا كنا نتمنى تحقيق مصر البطولة دي لكن ده ما حصلش لكن ده بيعكس كمان تطور الكرة في جنوب أفراقيا